مؤخرا شفنا الحقيقة العديد من نقدر نقول جدل ولغط في الشارع المصري أثاره الشيخ محمد عبدالله نصر الشهير بخطيب التحرير أثار هذا الخطاب جدل كبير مؤخرا في العديد من الأول في الشارع في الأزهر في العديد من البرامج التلفزيونية وأيضا مع مواطن الشارع البسيط عندما انتقد كتاب صحيح البخاري وتوصيقه للأحاديث النبوية الشريفة قال حسب طبعا قوله أنا أسفل أن أنا بعيد كلامه يعني لكن قال أن صحيح البخاري مسخرة للإسلام والمسلمين أشار إلى أن عذاب القبر ليس من الثوابت وقال أيضا أن كتاب البخاري بيحتوي على أحاديث أو روايات تقول أن الشيطان أثر طبعا أعوذ بالله من ذلك ولكنه أثر على الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله يقسم بالخطأ بآلهة كوريش كما ذكر أن هناك العديد من الشبهات الدينية في هذا الكتاب النهاردة هنحاول أن نفتح العديد من هذه الملفات هنعمل نوع من أنواع التعليق وتوضيح الحقائق مشرفنا طبعا في الستوديو الدكتور عبد المنم فؤاد أستاذ العقيدة وعميد كوليد العلوم الإسلامية بجماعة الأزهر لمعرفة هذه الشبهات وتعرفنا ما هو الخطأ وما هو الصحيح أهلا بحضرتك وسبعا خير أهلا ومرحبا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يحفظ مصر وأهلها وعقيدتها وأبناءها من كل سوء قبل أن نعلق على أي شبهات أسأل حضرتك سؤال واضح وصريح علشان نقدر ندخل في الحوار بهدوء لأن حضرتك طبعا أكيد ممكن تكون شاهدة العديد من البرامج والعديد من التوكشو اللي شفنا فيها أكتر من أنه هو مناقشات كانت خنائت فالسؤال الأول إيه الكتب المقدسة عندنا في الدين الإسلامي والتي لا تقبل النقد أو التنقيح أو التغيير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا الكتب المقدسة عندنا هي كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والكلمات المقدسة لدينا هو ما ثبتت صحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث وسجل في الكتب وكان تبيانا للقرآن لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه الذكر اللي هو القرآن فأنت لازم تبين للناس فتبين النبي لا يأتي من هواه إنما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فساعة أن يقول النبي ويثبت ذلك بالأدلة والبراهين ويشهد العلماء بأن هذا القول هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصل السند في الرواية التي ثبتت وتناقلتها الأمة عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ذلك فهذا يعد عندنا كلاما مقدسا لا يمكن أن نخرج عنه على الإطلاق وإلا المنظومة الإيمانية ستهدم إن شاء الله مش سيحصل إن شاء الله مش سيحصل لكن نتأكد بالتأكيد إن هو لازم أن يكون عقليا متوفق مع ديننا اللي هو مع القرآن الكريم ومع سواب تديد صح كده؟ عشان بس إحنا قبل ما ندخل في الحوار يكون حطينا قاعدة في حاجة اسمها الإيمان بالغيب سواء وافق العقل أم لم يوافق العقل الغيب ده عرفنا من القرآن القرآن والسنة بالزبط والسنة لأننا تحدثت كلام النبي لازم نتفق على الأمرين كلام المقدس هو ما جاء في كتاب الله ونقل إلينا كما نراه الآن غدا طريا ما نقل إلينا من رسول الله غدا طريا ولم يقول أحد أن هذا كلام قطع وأجمعت الأمة عليه زي الصلاة مثلا زي الصلاة وزي الإسراء والمعراء الصلاة في القرآن مذكورة أقيموا الصلاة لكن هل يوجد في القرآن الكريم أن صلاة الظهري أربع؟ لا لم نختلف لا ده مش قصدي ممكن قصدي أقول أنه لا يخالف ما جاء لو لأن طبعا سيدنا محمد عليه أفضل صلاة والسلام يعني أكيد لن ينطق بما يخالف لا أجعل دائما أبدا المسلم لا يجعل العقل العقل سيد للنص إنما يجعل العقل خادم للنص بمعنى يفهم النص فإذا لم أنا أفهمه بعقلي قد تكون هناك عقل أخرى تفهمه وفي التخصصات فلو قلت أني لازم يوافق عقلي في هذه الحالة أقول أي عقل تقصد عقلي أنا أم عقل حضرتك أم عقل ميزو أم عقل فلان أم عقل الأمة اللي هم علماء الأمة المتخصصين هنا لا تجتمع أمتي على ضلالها لا تجتمع أمتي نبتدي بقى في الشبهات الدينية أو ما ذكروا وذكروا الشيخ محمد عبدالله نصر وغيره بالمناسبة يعني علشان برضو ما يبقاش التركيز عليه قبل الحيطة دي عاوز أقول إن العقل خادم للنص وهذا فيه تميز للعقل مش هجر العقل قد يقول حاجة أنا مش أقابلها عقلا طب أنت لا تقبل عقلا أنه الشعرة الصراط أحده أدقه من الشعرة وأحده من السيف أو إحنا هنمشي عليه لا طبعا لا يقبله عقل لا يقبله عقل بالتأكيد يبقى أنا لو قلت لا يقبله عقل وهجرنا بقى كل الغيبيات الموجودة في الآخرة بالتأكيد لأن القلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أي ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يقبل العقل يقبل أن الجلد ده هيتكلم هيتكلم دي مش محتاجة أن أنا أفكر فيها يعني لو حد قال لي الصلاة دي مش فرد لا دي فرد موجودة إذن معنى ذلك التسليم بما أمر الله تأكيد وبما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قصة السلام دون حتى وإن لم نعرف الحكمة في أشياء قد نعرف حكمتها وتصل إلينا شيء منها وفي أشياء قد لا نعرف حكمتها قد يأتي قائل وجود إيه يعني الصلاة حركاته وركعاته وبتقدر يأضى أنا مش بعملها كرياضة جسدية لجسم أعملها كعبادة لأن الله قال فقلت سمعنا وأطعنا إسلام من التسليم نعم لا يختلف الشيطان لم قال له ربنا أسجد قال له آسف ما قدرش أسجد فأبا وسط أكبر قال له ليه ده أمري قال له أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين قال له مع السلامة بر أخرج منها فإنك إيه فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ومع ذلك الشيطان وضع الأمور في نصابها وقال له يا رب أنا مش هلأ أجد حدي في العالم ده يتقبل ما أدعوك به إلا أنت فبعزتك فبعزتك يا ربي لأغيان الأول حاجة أنظرني إلى يوم يبعثون وبعدين قال له فبعزتك لأغيانهم أجمعين يعني لم يخرج عن رغم أنه هو خالف عن توحيد الله عن توحيد الله وفي نفس الوقت لما خالف أمر الموحد الموحد له اللي هو الله تبارك وتعالى قال له برده مع السلامة حتى وإن سلمت أنا وقلت لا إله إلا الله فهتخرج من الجنة طب ده أنا قلت أنت الوحيد أنت خالق الكون فأنا بدعوك كل وحدك قال له برده مع السلامة أنت خلفت إيه أمري خلفت أمري أخرج منها في إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين إذن المقصود من المسلمي أن ينفذ أمر الله علم بالحكمة أو لم يعلم بالحكمة بالتأكيد التسليم التسليم من الإسلام طيب نبتدي لقطة تانية برضو ما عليش أطول معك الحجر نفسه الأحجار إيه فايدة أن أنا أقبل حجر في الحجر الأسود إيه فايدة أن أنا أمسك الجمارات ورميها ده ده كلام غير معقول ده أمسك أضيع وقتي وأسيب المصانع وأسيب كذا وأمسك سبع حجرات ومش عارفه أبيت في ميناء إحنا اتفقنا أن الإسلام من التسليم أنا بس عايزة عشان نلحق عشان وقتنا طبعا نلحق ندخل في الموضوع فالحقيقة الشيخ محمد عبدالله نصر وذكرت أن ليس لوحده الحقيقة أثار العديد من الشبهات حول كتاب صحيح البخاري وأيضا كتب أخرى أنها بتحوي بعد الأحاديث بعد الروايات المسيئة للدين الإسلامي أنها لا تتوافق مع العقل منها أن الشيطان أثر على الرسول أن الرسول تعرض للسحر أنه حاول الانتحار أنه بدون ذكر عشان منش عايزة أخذ زنب كل ده لا بد أن نعلم علم اليقين أن علماء الأمة ما كانوا غافلين طوال أكثر من يعني إثنتي أو ثلاثة عشر قرن من الزمان عن هذه الشبهات نسأل أو هي موجودة أصلا ولا لا؟ موجودة ولكن تحتاج إلى شروح تحتاج إلى إلى أين يوصل هذا إلى أي فهم فأنت لما تيجي مثلا تقول لي إيه؟ تقول لي أني النبي سحر أنت ما عرفاش القصة فين؟ تعالي نقرأ الحديث ونشوف السحر ده على سبيل مرض من الأمراض أم هو نوع من النزهة للإنسان والنبي بشر ولا مش بشر فقد يعني يتطرأ له أشياء في أمور دنيوية ولكن ليست في أمور عقدية هذه واحدة الثانية اللي أنا عاوز أوصل لها الأول قبل من ندخل في هذه المنظومة أن من يدعى اسمه مين هو؟ الشيخ محمد عبدالله أولا أنه هو أنا عملت مدخلة وثبت أنه ليس بشيخ هو ليس خريج أظهر هو بيقول أنه خريج أظهر لكنه لم من 2003 حتى الآن لم يعين يعني أكتر من 11 سنة لكن هو دارس بالأظهر بيقول درس إحنا عندنا في الأظهر بندرس إيه؟ بنعطي الطالب اللي صنص ما يسمى بإيه؟ بالشهادة العالية نقول الإجازة العالية بين قسين اللي صنص إيه معنى الإجازة؟ شهادة التخرج لا يعني معناها أنه نتونا الجواز نكتفهم ده بداية الفهم فالذي يبدأ بداية الفهم معناها يدخل درسات عليا يدخل كذا يدخل كذا يقرأ يطلع يشوف العلماء قالوا إيه؟ يعني إحنا حطناك على باب مدخل العلم وادخل بقى وريني إلا هل أحمد هل الأستاذ ميزو وأفعل هذا؟ هذه واحدة النحية الثانية أن الأستاذ ميزو الإعلام اهتم به أكثر من اللازم فرأيناها حيما علشان كده أنا أنا مش عايزة أهتم وأنا مش هممني خالص اسما أنا عاوز أقول من قائل هذا الكلام؟ أنا عاوز أقول أن من يتعرض لصحيح البخاري لابد أن يكون في قامة البخاري ده رقم واحد لابد أن يكون في قامة العلماء رقم اثنين لابد أن يكون مساويا لعلماء الأمة الكبار الذين مدحوا البخاري رقم ثلاثة ألا يكذب على الهواء وخاصة في عصر النظام إحنا مناش دلوقتي إحنا هنشيل هذا الاسم من الحلقة خالص لا في حاجة مصر عليها في حاجة مصر عليها بشكل سريع عشان بس وقتنا طيب في حاجة مصر عليها أن هذا الميزو الدليل على أنه كان على القنوات أن تتخير في اختيار من تأتي به أن الأخ ميزو طلبت منه أن يذكر عنوان في مدخلة خفيفة قطعت طلبت منه أن يذكر عنوان كتاب الإمام البخاري فقط اسم الكتاب فقال على الهواء أنا لست في لجنة امتحان وأنا أعلم أنه لا يقصد هذا إنما يقصد أنه لم يعرف العنوان الله أعلم بالنواة لا لو أعلم بالنواة نسألتك عن حاجة قوبي أنت بتسألين بقوبيك ولا فأنا عاوز أعرف من الذي معي العنوان الكتاب عنوان اسمه الجامع الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه الآخر الكلام ده ما أعرفهوش ميزو رقم واحد رقم اثنين عشان يشرح بقه في بقية الكتاب لازم أعرف العنوان الأول ما أعرفهوش اللقطة الثانية أنه كذب على الفضاء على الإمام البخاري ومنها على سبيل المثال الكلام اللي قلت حضرتك وقلت إن هو قال إن الشيطان ألقى على لسان رسول الله في مدح الأصنام اللي هي الغرانيق قصة الغرانيق عايزين نعرف أي قصة الغرانيق القصة الصحيحة نعم أنا عاوز أقول بس حضرتك حاجة الغرانيق يعني إيه الغرانيق في لغة العرب ونعلم أن ميزو لن يعرف هذا الغرانيق في لغة العرب معنها الطير البيض الطير البيض وكانت العرب تشبه أصنامها وتمدح أصنامها بأنها مثل الطير البيض ترتفع إلى السماء ترتفع إلى السماء لتشفع لها عند الله تشفع لهم عند الله فقال ميزو إن قصة الغرانيق هذه موجودة عند الإمام البخاري والإمام البخاري ذكر أن النبي مدح الغرانيق هذا مش موجود هذا الحديث كله مش موجود أتشوفي بس لديك صح أسى عشان الوقت أنا عايزة أفيد الناس طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأصنام وفرح أهل مكة وساجد الأصنام وساجد رسول الله وساجد صحابة النبي إيه أصل القصة أصل القصة إن النبي كان يقرأ صورة النجم فلما وصل إلى أيت السجدة سجد النبي صلى الله عليه وسلم لبلاغة القرآن سجد الكفار لأنهم يعرفون بلاغة القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو إلى آخر هذه الأشياء ولما وصل إلى أفرأيتم اللات والعزة إلى آخر هذه الأشياء سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة قال العلماء سجد العرب سجد المشركون لبلاغة القرآن لما رأوه في بلاغة القرآن وقال أبو جهل ومن معه أن النبي مدح آلهتنا باللات والعزة ثم قال وتلك الغرانيق العلى الغرانيق اللي هي الأصنام اللي هي شبهه بطيب يعني أبو جهل هو اللي قال ده كفار مكة وعلى رأسهم أبو جهل يعني دي رواية عن أبو يعني أن أبو جهل يما حصل فيه الليل ده فهم غلط فقال كده قال المفسرون إن أبا جهل قال إن النبي قرأ وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج ونقل البخاري ذلك يقول ميزو ونقل البخاري ذلك الحقيقة هذا كذلك أنا لازم أختم طيب أنا أتحدى على الهواء أولا الإمام البخاري لم يذكر الغرانيق هذه أبدا التي رددها الأخ ميزو أكثر من 16 مرة وأتحدى على الهواء أن يأتي بلفظة وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج أنا لازم أختم فأنا حواصل مع حضرتك ده الأسبوع المقبل ولكن علشان يعني زي ما يقولون فيه قواعد للحديث أنا يريد الأسبوع المقبل أنا مش عايزة أجيب سيرة الشيخ خالص لكن إحنا عايزين هذه القصص سواء كانت مغلوطة لا نعرف هي مغلوطة ولا نعرف وجودها موجودة ولا لا وإيه المقصود بيها علشان ما يحصلش هذه البلبلة في المجتمع لو هي فعلا كان موجودة مدح الغرانيق في البخاري مدح مش بكلم على الغرانيق فقط أنا بكلم على حاجات كثير جدا وكنا رأينا من كتاب من الكتب التي تدرس الأزهر برضو بعض الأشياء ما تديني فرصة أتكلم يعني حتى وإن كان في وقت فرصة أرد فيها أقول أقول أني ما ذكره ميزو عن الإمام البخاري أنه مدح الأصنام هذا غير موجود وكذب على قناتكم بس أنا مرة تانية أنا الحلقة الجاية إن شاء الله مش هيكون معنا الشيخ لأن طبعا أنا مش حسين لحد أنا معرفوش لكن الشيخ محمد عبد الله نصر مش هيكون معنا في حديث ولكن هنحاول هذه الحديث المشكوك فيها أو المغلوط فيها أو ما يقال عليها هنحاول إن إحنا نفهمها للناس هل هي صحيحة ولا لا إيه الصياق اللي كانت نزلة فيه علشان لا يحدث هذا اللغط والبلل علشان في ناس كتير جدا يعني وأنا أكيد منهم ما عندناش خلفيات دينية قوية فأكيد نهتم إن إحنا نعرف إيه صحيح عشان كده فسألوا أهل الذكر طبعا إحنا جايبين أهل الذكر أهو إن شاء الله ما هو علشان حضرتك يعني المرة الجاية إن شاء الله ندخل في الموضوع مباشرة بدون بأديمات أنا بشكركم بس عاوز أقولي أخوانا لا تأتوا بأناس يغالطون ويكذبون على الناس فعلى الفضاء ويدعي أن في البخاري كذا وهو ليس فيه إحنا فلو أثبت أنا بقول لحضرتك وأقول لأستاذ وائل وأقول لكل الإخوة لو أن ده حديث واحد لو أن هذه الغرانيق موجودة في البخاري يأتي بها ويقول أين صفحتها ونأتي بالبخار مش بس أذكر حضرتك مرة تانية أنا أول سؤال سألته لحضرتك قلت لي الكتب التي لا يصح أن نتكلم عنها هي القرآن والسنة اللي إحنا نتأكد إنها سنة صحيحة ولكن ما عندناش ولا كتاب بعد كده ما ينفعش إن إحنا نعلق عليه ما ينفعش إن إحنا يحصل نوع من أنواع البحث مرة أخرى أو التنقيح الحلقة إحنا طبعا بشكر حضرتك لأن أنا وقتي أزف من فترة بشكر حضرتك وإن شاء الله طبعا كده إحنا سبوع صباح دريم انتهى ويوم السبت إن شاء الله هتكون معاكم زميلتي ماها موسى مرة تانية إن شاء الله يوم الخميس المقبل أي أسئلة عايزين تسألوها في هذا الموضوع ياريت تبعتنا وأيضا هنستكمل طبعا هذا الموضوع المهم جدا بدون ذكر الشيخ محمد عبدالله نصر أو غيره مش هيبقى معنا أسماء لكن هيبقى معنا أحداث ووقائع معينة ابعتونا على صفحتنا على الفيسبوك وفي انتظار كل أسئلتكم إن شاء الله ومرة تانية بشكر حضرتك حضرتك شرفتنا كنا محتاجين نحن ندخل بس في الموضوع المباشرة عشان نقدر نطلق معلومة بس المرة الجاية أختم بكلمة صغيرة جدا أختم بكلمة صغيرة جدا أننا نحن لا نقدس البخاري إنما نقدر ونحترم البخاري بالتأكيد بالتأكيد طبعا لازم يعني دي حاجة لا يختلف عليها أحد نحن نكسي